أهلا بكم مشاهدين في نشرة إخبارية مفصلة نشرة تأتيكم من التلفزيون المصري افتتح رئيس عبدالفتاح السيسي محطة عدل منصور المركزية أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط والقطار الكهربائي السلام العاشر من رمضان العاصمة الإدارية وتفقد الرئيس السيسي عربات القطار حيث استمع إلى شرح المفصل عما تحتويه من إمكانيات تتضمن واي فاي وشاشات عرض على ظهر المقاعد لعرض مواد ترفيهية وشاشة عامة فضلا عن مقاعد وحمامات لذوي الاحتجاجات الخاصة وتشمل عربات القطار غرفة تحكم وكل عربة تشمل سبع كاميرات مراقبة وتشمل أيضا الغرفة حسسات بالكمبيوتر لكل عربة وفي حال حدوث عطل وعقب استقلاله القطار الكهربائي الخفيف استمع الرئيس السيسي للشرح عن محطة بدر التبادلية بين القطارين القطار المتجه إلى العاصمة الإدارية الجديدة والقطار المتجه إلى العاشر من رمضان كما يوجد أيضا تبادل الخدمة بين القطار القهربائي والقطار الديزل القاهرة السويس في منطقة بدر خلال الجولة وجه الرئيس السيسي ببدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة ألف للمتر الأنفاق محطة صفاء حدازي من منطقة الزمالك ترجمة نانسي قنقر